بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وإن على ذلكم لمن الشاهدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَلَأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجيرنا وإياكم من عذابه يوم يبعث عباده اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمين آمين أما بعد معاشر الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الابتداء كما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله فالحمد لله ابتداء وانتهاء ثم الشكر موصول للأحبة والإخوة القائمين على هذه الجمعية الطيبة جمعية المسار بمدينة القنيطرة على هذه الاستضافة التي نشهد الله عز وجل أننا دونها وأقل شأنا منها لكن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا المجلس في ديوان المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتغى بها وجهه ومن المجالس التي تكون لنا جميعا ذخرا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم نحن نطمع في رحمة ربنا عز وجل أن يقبل منا هذا العمل جميعا أن يتقبل من المتكلم ومن المستمعين وممن يبلغهم هذا الأمر عسى أن نجتمع تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وإلا ما أتى بنا وبكم إلا محبة المتكلم عنه في هذا المجلس ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبنا ما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتاهم حديث المرء مع من أحب قال ما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث لأنني وهو يعلل يقول ويقول ويعلل لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم يعني بهذا الحب وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم فإن قال آنس هذا يعني حق لمن كان من أمثالنا أن يقول مثل هذا الكلام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يعني لا أقول من أصعب المواضيع من حيث التناول لكن من أصعب المواضيع من حيث الحصر لأن الاستفادة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم مما ألفت فيه المجلدات يعني مثلا لو أخذت الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله فهذا مجلد سفر مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه عليه الصلاة والسلام لو أخذ العبد مثلا الشمائل للترمذي رحمه الله أبي عيسى هذا سفر في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو أخذت المصنفات من كتب السنن وإن كانت تتطرق لأحكام كأحكام قد يظهر العبد أنها بعيدة عن الأخلاق كأحكام حيظ النساء مثلا أو أحكام البيوع أو أحكام التجارة أو أحكام الصلاة هذه من صلب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذت أعظم سفر تتطرق فيه لخلق النبي صلى الله عليه وسلم لأمضيت حياتك كلها معه وما أفنيت معانيه ألا وهو كلام ربنا عز وجل لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء عليه الحق سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات يعني الحمد لله يحفظها صغيركم قبل كبيركم أثناء عليه وزكاه في بصره زكاه في صدره زكاه في سيرته زكاه في قلبه زكاه في سمعه لكن ذروة الثناء التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم من طرف ربه يقوله تعالى في صورة القلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هذه الآية تمثلتها السيدة عائشة رب الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين لما سئلت والسؤال ورد عليها من مجموعة من الناس ورد عليها من سعد بن هشام بن عامر رب الله عنه وورد عليها السؤال أيضا من طرف سعيد بن المسيب وورد عليها أيضا من طرف مسروق التابعي رحمه الله وورد السؤال من غيرهم على غيرها فكان جوابها ابتداءا وجوابهن يعني أمهات المؤمنين يكاد يكون جملة بصيغة واحدة كان خلقه القرآن من ليك تسمع كان خلقه القرآن لا يمطبع في ذهنك المفهوم الغربي للأخلاق مفهوم الغربي للأخلاق مثلا هو مفهوم معاملاتي مفهوم خارجي للأخلاق خارجي مسيس عمدل خوارج خارجي يعني فيما يتعلق بأعمال الجوارح لا بأعمال القلوب والنفس فالمفهوم الغربي للأخلاق الذي تصرب إلينا يعني سبب مجموعة من الأمور لدعي للدخول فيها هو مثلاً أنك إذا كنت في الحافلة وكنت جالساً ثب صاعدت مرأة مسنة فتقوم من مقامك وتقول لها تفضلي بالجلس أما عاتوا وشك الدين أنتم ماذا يسألون لا نحن عاهدنا أناساً كانوا يفعلون هذا أنت ترنا بحل لك شديد عاهدنا أباءنا كانوا يقولون كلمة الله الله الحديث إذا حذيف فعاهدنا أناساً كانوا يفعلون هذا دبانسر الله عز وجل أن يعيد إحياء هذه القيم الغربي عندما يقوم بهذا إنما يقوم به من باب دافع مجتمعي فقط المسلم عندما يقوم بنفس الحركة إنما يقوم بها بدافع أخروي فهو يرجو الله والدار الآخر بتلك الحركة لا ينتظر ثناء الناس ولا يقوم بها لأن المجتمع يفرض هذا إذ لو فرض المجتمع أمراً آخر لفعل الرجل أمراً آخر ونعطوه مثال من الواقع دينا بلا ما نمشو إحنا على البرى ولا الداخل خلنا نعرف مع بعضيات منذ أربعين سنة تقريباً أو ثلاثين سنة نمشوش بعيد كان المجتمع المغربي مثلاً والإسلام عموماً كان يجد عادياً جداً أن يرى مرأة منتقبة في الشارع أمر عادي جداً ومن من دب الشيب إلى لحيته ورأسه وشعر رأسه يذكر كيف كانت المرأة المغربية الملثمة المنقبة كيف كانت تقف مثلاً عند بقال أو بائع من الباعة وتطلب منه كوباً من الماء فكتأخذ ذلك الكأس ثم تستدير وترفع لثامها وتشرب بل كان من أمهاتنا من كانت تشرب فوق اللثام حياء أن تزيله أمام الرجال ثم لم تنضي عشر سنوات أو خمسة عشر سنة فصار نفس المجتمع يجد أمراً غريباً واستثناءاً شاذاً أن يرى مرأة منقبة في الشارع المجتمع نفسه ما دخل عليه شخص غريب هو هو بأشخاصه الذي كان يراه عادياً صار يراه مستهجناً وغريباً أين الإشكال؟ الإشكال هو أن مفهوم المعاملات وقس عليه مفهوم الأخلاق إنما صرنا نأخذه بدافع مجتمعي وإن صح التعبير يعني بلغة العصر ما يسمى بالموضة ما يفعله عموم الناس يصير عرفاً ثم يكاد يصير قانوناً يسري عليه المجتمع ما تركه الناس يصير متعارفاً عليه أن هذا الأمر لا يقوم به الناس فلما صارت تمظهرات الدين عند الناس أمراً مأخوذاً بالعادة سهل إزالتها لأن لتزيل عادة ما الذي تفعله؟ تدخل عليها عادة جديدة ثم تزول الأولى بمفعول الأقدمية ثم تسقط ثم تنسى ثم إذا أردت إعادة إحيائها صارت أمراً شاذاً نأخذه مثلاً في اللباس تماماً مدركتوش هذوك السروال دي كراع الفيل كيضت السروال جاي مكاد توصلت لعند الركبة ثم يتسع هذوك الكم التحتاني أو شيء تسمى دي السروال يتسع فكانوا يسمونه قدم الفيل عندما كنت يقولوا تقدم الفيل كنت تقول بات ديليفو حيث ماشي العربي ولا المعطية ولا يصيبها صيبها بغناغ و جون كلود و جون فاسموا بات ديليفو صارتناها وقلنا بات ديليفو طيب هذي بدأت هذ الموضة بدأت في أواخر الستينيات بداية السبعينيات ثم اندثرت ثم عادت في التسعينيات ثم لو لبس أحدكم الآن هذي النوع من البنطال يعني من النوع دي للبنطال هذي البات ديليفو لأشير إليه بالبنان على أنه إما مخبول أو قد خرج من زمن قديم أو لا مالقامين لبسة أو لا لبسة الول باش تكبر فيه المهم غير يخرجوا فيه جميع أنواع الشانعات لانتم تقدروا تتخيلها من النكات وغيرها لماذا؟ لأن ما عدناش لم تعد لدينا مرجعية ثابتة يرجع إليها العبد كلما أراد أن يقيس عليها الحسن والقبيح كلما أراد أن يقيس عليها يعني ما هو محبوب وما هو مذموم صارت المرجعية متغيرة فصار العبد قيمه في حد ذاتها قيما متغيرة فدخلنا في مفهوم الحلال والحرار ما بقشته عند المرجعية دياله ثابتة صارت مرجعيته متغيرة بحسب هل يفعله الناس أو لا يفعله الناس في حين أن المسلم مرجعيته ثابتة فالحق عند المسلم حق حتى ولو تركه الناس كلهم جميعا والباطل عند المسلم باطل حتى لو قام به الناس كلهم جميعا لذلك في مفهوم الأخلاق يجب أن يتجذر في أذهاننا أن الخلق عموما وإن شيئتان تقول تذكره يعني بالجمع الأخلاق نتكلم عن الجنس ولا على الأنواع ديالها الخلق مفهومه في الإسلام مفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا بالخلق إذ هما من جذر واحد خلاق فالخلق والخلق قارنان كما أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويب وخلق الإنسان علمه البيان فخلقة الإنسان الجسدية توازي خلقته النفسية اللي هي يكن عليها بالخلق فارتباط الخلق بالخلق هذا مسألة ضرورية للمسلم أن يفهمها حتى يعلم كما يذكر ذلك علماء علماء النفس وعلماء التربية والسلوك تقول لك أن الخلق في بعض تعريفاتهم التي يذكرونها يقولون الخلق ليس سلوكا سنفرق بالخلق والسلوك الخلق هو الدافع والسلوك هو التمظهر للك الخلق مثلا يقولون الخلق هو حالة نفسية راسخة لاسقى شادة في الصح حالة نفسية راسخة ينجم عنها سلوك بسهولة ويسر لأن كنا لدينا الحالة النفسية راسخة مثلا إنسان كنا نقول هذا رجل كريم يمكن أن نقول إحنا ذاك الإنسان رجل كريم إلا شفناه مد شي بارك أعطى شي حاجة شي واحد صرف شي حاجة على شي واحد وكل شي ناس كنقول هذا رجل كريم هذا هو المفهوم المعاملاتي الغربي لأن الله عز وجل لما ذكرنا المنافقين وذكر أوصافهم هل أنكر الله عز وجل أن المنافقين ينفقون أم ذكر وأقر أن المنافقين ينفقون زين عمس يا الله الحافظ هل الله أنكر جملة وتفصيل على المنافقين إنفاقهم أم أنه أقر لهم أنهم ينفقون أقر أنهم ينفقون لكن وهم كارهون الله يفتح لك لا يقربون الصلاة إلا وهم كسالة زين ولا ينفقون إلا وهم كارهون فقيامهم للصلاة أقره الإسلام وإنفاقهم أقره الإسلام لكن بيّن لنا أنه ليس لهم بخلق وليس لهم سجية إنما يتكلفونه وحين التكلف ليس هذا بخلق كندو على الأصل فتقول هذا رجل كريم إن كان الكرم حالة نفسية راسخة متجذرة فيه فيأتي سلوك الإنفاق بسهولة ويسر ما عندهش فيه إشكال كيف كان نقوله إحنا المغاربة بدريجة الشعبية سيقول لك لوحد حاجده ماشي حاجده ماشي ديالو هدك حاجده ماشي ديالو هدك هو الكريم لا يتكلف الإنفاق طيب غنجيه مثلا لوحد الشخص ليس منافقا لكن الإنفاق لازال ثقيلا على قلبه والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء أو ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصبر ضياء زيد الله افتح ليك هدك شكون لزوين حد فابور وما كدخل صليت حاجة لكن ما تبرهن به على صدق أذكارك وأعمالك وأفعالك هو نفس الجذر الصدق والصدقة قال والصدقة برهان علاش؟ لأن ذلك الإكرام تخرجه مما جبل الإنسان على حبه إن الإنسان لربه لك نوض وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وجمهور أهل التفسير أن الخير هنا هو المال كاللابل لا تكرمون اليتيب ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وجاء المفعول المطلق ليدل على إطلاق الحب بدون تقييد حبا جمى وزاده جاب النكرة وجاب المفعول المطلق وزاد بن نعت وتحبون المال حبا جمى إذن هذه المسألة التي تجبدها من قلبك هناك تبرها لله عز وجل ابتداء قبل غيره أن هذا الفعل تفعله عن خلق طيب عندنا ناس منهم أنا مثلا نبدأ من رأسي سقرامة بخلاء يجبدهاك يقول لك ودي الفلوس كي له ولكن القلب اللي يجبدها الله يا رب يجيب لي لذلك القلب وأنا كدب عليك عزيزة عليك الفلوس سالما عزيزة شأنك ضروري سأل الله يفتح لي هذا هو الصدق ملعبت الله وخنز الدنيا إلى آخر ودي خنز الدنيا وكل صندالة قديمة وكنت تسكن فيها لكن أنا على الخنز الله يجيب الشيفة وخلص فمن اللي يتكلمنا عن هذه القادية هذه للإنفاق كي يغن دروف هذا السيد اللي يحب الله ورسوله لكن المال بقي عزيز عليه هل هذا من المنافقين لا ما عندناش الحق أن تهموا الناس بالنفاق لكن كي نعندنا الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام لكي يبيلنا فيه مجود لأحاديث تيبيلنا فيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن كي نعندنا خلق جبلي جبل الله عز وجل الإنسان عليه وإنما هي اختيارات من الله والله يخلق ما يشاء ويختار هذا جبله على الكرم هذا جبله على الحلم هذا جبله على مثلا على حب الآخرين هذا جبله على الإثار وهكذا أخلاق هي من أخلاق المسلمين وهناك أناس تكلفوا الأخلاق حتى صارت لهم سجية في الخلق لماذا؟ لأن لو كانت المسألة غير بالجبلية والقهر كان نغلقوا حجة على الله عز وجل سنقول يا سيدر بما جبلتنا على هذا الخلق فلا تحاسبنا على البخل فهمنا؟ ونقول لهم داخلين حلين واحد الفرع من المدرسة الجبرية حلين لا فرع ديالها عند المسلمين في حين الله عز وجل سدعي لنا هذا الباب هذا بفضله سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني بعد الرسل لا حجة للناس على الله عز وجل طيب إذن كيف نتعامل مع المسألة لكن عندنا حديث الأشج بن عبد القيس لما جاء مع وفده وفد بن عبد القيس ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في عام الوفود سنة التاسعة فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام عمو من كان معه من الوفد آثروا الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا في شوق إليه إنسان من يكون مشوق للنبي عليه الصلاة والسلام يرتد وصل ما قد تبقى لك لا هدي ولا هدي ولا هدي قد قصده بغي تشوفه أنا نجي نضار من أكباد الإبل إلا لنراه عليه الصلاة والسلام ونسلم بين يديه فدخلوا عليه الأشج بن عبد القيس انتظر فعقل الإبل وذهب اغتسل ثم تطيب وغير ثيابه قال هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلق أن أدخل عليه يعني بهذه الثياب وهذه الحالة حالة السفر فلما دخل وبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله قال ما هم يا رسول الله قال الحلم والأنه الأنات الحلم والأنه تتبات وتتهدى وكترزن تتعبرها فين غادا ديكساك تقضي غارا قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله قال ما هم قال الحلم والأنه شو الفقد الصحابي قال يا رسول الله أخصلتان جبلني الله عليهما يعني فيا من النار خلقني الله خلقهم معايا أم اكتسبتهما في الإسلام قال بل جبلك الله عليهما هو يقول الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام غنجيوا مجدان أخرى القوم مثلا عندنا بعض الخصال ما جبلنا عليها كي ي Lehr بعض الناس ما جبلوا على الحلم هو يقول لنبي عليه الصلاة والسلام اللي مجاتش بالجبلية الجبل اكتساب والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهديا هم سبُلنا وإن الله لم مع المحسنين هو يقول لننبي عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله وما أعطي رجل عطاء أوفى ولا أوفر ولا أوسع من الصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن كاين عنا أخلاق جبلية فينا وكاين عنا أخلاق علينا مجاهدة أنفسنا لاكتسابها طيب هذ الأخلاق هذي كيف غاد ندروا لها؟ شنا هو هذك الخلق اللي مزيان وما فياش وخسين نخدم عليه أول شنا هو هذك الخلق اللي فيه وخسين برزو ونبينو ونخرجوا للناس في المجتمع لأكون نورا أمشي بين الناس كما قال الحق سبحانه وتعالى أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا اشتدر به يمشي به في الناس المسلم لا يعيش لذاته وإنما يعيش لنفسه ولذويه ولأمته ولمن سيأتي بعده الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخدمون على ريوصهم وعلى الناس لمعاهم كانوا يخدمون عنه نحن نبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمون على آخر رجل ستقوموا عليه الساعة كلهم كان هزليهم من نبي عليه الصلاة والسلام لقد عرضت علي الأمم فرأيت ورأيت 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 والله ليبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني هذه كلها أمور يعني كي تكلمنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام طيب هذه الأخلاق هذه منين سنجيبها المرجع يدي أن فهد الباب هذا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أنت عندك معتقد أنك تؤمن بالله واليوم الآخر كترجع النبي عليه الصلاة والسلام تتخذه قدوة يكون ذلك البناد من اللي ضير بكي فيما بغي يكون تكون في أفضل مجتمعين على الإطلاق كمجتمع الصحابة أو تكون في أفجار مجتمعين على الإطلاق كمجتمعي فرعون قبل مقدم موسى عليه السلام تكون في هذا ولا تكون في هذا أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا ونحن في زمان أكثر ما صار يدفع للناس عبر الإعلام هم القدوات فاسدة أو صالحة هذا موضوع آخر مهم أكثر ما يدفع للناس القدوات تخذ شنو المجال ده بل كي يجر الناس بزي كرة غاتلقها الكرة مثلا الفل لغناء إلى آخري غاتلقها هذا الباب هذا شوف أش حطي لك فيه وش حطي لك مبدأ ولا حطي لك أفراد أفراد كانت تكلموا على أفراد باب المبدأ سالة هاتشي شحالة هدي وخي يبينو لك واحد لفرقة وعناء دي ما كيصيبون لك في ذيك الفرقة نجم غاتلقها ببدأ الغناء كتير ولكن غير يخرجوا لك من نجم وهذك النجوم اللي كيحطوهم لك بنفس المبدأ دي صورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون كتولي حط أنت ذاك النجم وتتبعوا قدوة المسلم وخي يكونوا الناس كيف مبغوا ويكونوا ما تيتبعش الناس تيتبع الهدي المستقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها تنعود نرجع القضية اللي جوبت بها السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فإلا أخذين المبدأ ما كيبقاش عندنا مشكلة في التفريعات لأنه كيقلنا القدي دي 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 canviات الفروع دي الخلق النبي عليه السلاة والسلام اعطى الله الكتب اعطى الله الدروس اللي مديورة عليها اعطى الله كده مسألة غير تحتاج منك خدمة فما نجعون تكلموا على الوفاء دي ero للرحمة دي ero للحلم دي ero للإيثار دي ero للكرام دي ero عليه السلاة والسلام هذا موضوع خاصه سلسلة دي الوحد خمس سنين ولا ست سنين وكل درس تأخذ منه خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكتحط نعم سيدي إنسحة تعبير وحد دفتر التحملات كيف يدرون مع الشركات وحد دفتر التحملات وكتقول مثلا عندي اليوم السبت تل السبت الجاي الخدمة اللي عندنا كنا مثلا خلق الوفاء وكل واحد فيكم غادي يسطر رأسه الوفاء كيفاش غنكون في خلق الوفاء أهل الأسبوع كيفش أن تصرف مع الوليد تصرف مع الوليدة تصرف مع الزوجة تصرف مع الوليدات مع الأستاذ ديالي تصرف مع الزمناء ديالي تصرف مع مول الحانوت الوفاء إنسان دار معاك وحد الخير وحد النار كيفاش تعقل عليه وكيفاش تردو لي وكيفاش كال ما غتخلي جميع الأخلاق غتخدم على الوفاء ولا تركز عليه أسبوع اللي من بعد غدر تقييم لرأسك لدوز أسبوع واش كان فيه شوية الوفاء ولا كنت نكار للجميل ولا كنت ما تنسواش ولا كنت مقطر من فعيلي او لا او لا او لا غنجيو لسبوع لين بعد مثلا نجيو الخلوق الحلم قاد ولي او دينرا كنجيال للجمعية كنقرأ وكمشي ما كنت حكش معي بضلها نرى يقول لي عندك المشروع دي الخلوق الحلم سير ركب في طوبيسات نعمس سير وقف في البلاسة دي الطاكسيات مش لك يشدو في الصف لا الاخرار اللي فهم لكيبك يبقى عقل لا يوما يفروا المرأو بالاخي سافي دقنا تتوحن مكي عقل علي تتوحن ولا يسألوا حميم حميمة تم ما تمشي نفسي نفسي تم ما توقف وذيك الساعة اخدم على راسك قضية الحلم غادي بزنقاء واحد بالسيارة دياله ورد لك البال لو مردش لك البال العلم وعند الله وضرب بالسيارة دياله واحد البركة ديال الماء وانتي الله خارج مقدم صوبي لآخريه ورش عليك الماء والغيس واش غادي جبدك الريبيرتور ديالك اللي حفظته من صغورة ديالك الساعة وتبدأ تصيفط ليه او لا غادي تبطرسك وتقول لافس بالله وبشوية بشوية احنا نتخلق بخلوق الحلم خلوق الحلم خلوق الحلم خصك تعرف كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام عليه برد النجراني غليب وحاشيته ثخينة تيجيه الأعراب بملور مع لبلوش دي الطريقة دياله كيف مولفكي جرنقاء كيف مولفكي دفعلعتروس وكاجا كيدو مع النبي عليه الصلاة والسلام البيئة دياله دياله هي كوك ديرا ما لمهو النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك تيجر ليه من البرد دياله تيجروا حتى يؤثروا البرد في عنخي الشريف صلى الله عليه وسلم يعني كي يقولوا بالدريجة الشعبية تيحردوا من هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدور ويشوف فيه واخر نعم ساش نخص شحب الخاطر هدي ممكن يديروها ناس من نحن ممكن يديروها نبي عليه الصلاة والسلام لحظة استدارته والاخر جروا حردوا من العنقو تيقول لي قطع لي من مال الله الذي أتاك لا هو بمالك ولا بمال أبيك ركا ندوره مع القائد العام للأمة الإسلامية أنا رب حلق قلت هاد الهضرة هذي حلق قلت مثلا الأمير المؤمنين جاينا مثلا محمد الساديس جاي مثلا هنا غدي جشن شي حاجة ومتيت انتو جريتي بالإسلام دياله أردت لكن شي فلوس وليش حاجة تكون نسيجوا ودر درها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاستدارة عليه الصلاة والسلام مع الاستدارة مع الابتسامة وأمر له بعطاء جاء في بعض الرواية أنه قال فعلا اقطعوا له مالا فما هو بمالي ولا بمال أبي الناس اللي تشربوا هذي المعنى سيدنا عمر بن عبد العزيز بلاش نقزوشي شوية الصحابة هذي قدر ما يقول اقول لقاء الصحاب نقزوه ندوزوش شوية سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلوا واحد لمجلس وهذاك السيد كليب داخل المجلس ما تعرفوش إذا دخل للك المجلس ما شافوش هو عمر بن عبد عزيزي ضرب ليه في رجله قال ألا تنظروا حيث أين تضعوا رجلك أنت أعمى تقول لي معاه يللغي يسخنوا عليه ويسخنوا عليهم ألتي معاه مكت هذلك هذا ويقول ليهم دعوه سألني هل أنا رجل أعمى فالصدر يقال لا لسه بأعمى أك بكتشوفش إلا كنشوف اسمح لي هي هذي اللي كنقول وهذا الخلق هذا عندك عليه أسبوع أنا كنقول لك عليك حد أدنى أسبوع وتم غادي الخلق الآخر وتم غادي الخلق الآخر لشيش الكلام يعني الفروع ذي الأخلاق لا ينتهي للي كيهمنا نحن كيهمنا المبدأ فملكنا نشوفوا أن كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن بمعنى لخذينها مثلا غير تركيبة اللغوية ذي الجملة تركيبة اللغوية ذي الجملة فيها أن كان وعدك خلقه القرآن فتقدم لإسم وتوخر الخبر على الترتيب العادي للجملة الإسمية خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان خلقه القرآن فمن لي قالت السيدة عيشة رضي الله عنه أنا كنت تكلمه عن العرب يعني مشيش واحد الذي يتكلف العربية باش نقول روكي لا غير جابها زهر لا العرب هو ما هو كيك تيهادروا من لي قالت كان خلقه القرآن بحل كيف تقول مع وجود الفارق طبعا إن الله كان غفورا رحيمة في الصغور أش علمون قال لك كان فعل ماد ناقص ما كذبوش لكن المعنى دي اللي كان يتغير بحسب السياق ودول ما قالوش نفسه فكان الله غفورا رحيمة إن الله كان غفورا رحيمة وكان الله غفورا رحيمة رحى تفيد الدوام والاستمرار لأنها مسألة رسيقة بأسماء الله عز وجل وأسماؤه سبحانه وتعالى إنما هي الكلام عن أسمائه وصفاته هو فرع عن الكلام عن ذاته مدام هو باقي سبحانه وتعالى فأسماؤه وصفاته باقية ولا تنتهي ما نقولوش أنا غفورا رحيمة مع دوك اللولين وإحنا دابا صعب بك الفرناتش لا لأننا كين لأننا باقي الله عز وجل الغفور رحيم وصفته يبقى غفور إلى يوم القيامة ويغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء الله يشمنوه ويكون برحمتي ومغفيرتي ملكا نقولو كان خلقه القرآن لنبين بهدي كانا أن هذه الصفة لأن تخلقه كان بالقرآن الكريم صفة قد ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام ولا سبيل لتغييرها هذه وحدة من جهة هذه كان المسألة الثانية يمكن أن خلقه خلق نكرة دخل عليها الضمير والنكرة إذا دخل عليها الضمير كيقولوا سيادة للغة العربية ما شغل تفيد العموم تفيد الاستغراق والشمول أي أن القرآن الكريم استغرق كل خلقه صلى الله عليه وسلم لم يبقى في خلقه مثقال ذرة إلا وكان فيها القرآن وحاضرة يعني من يتكلموا عن القرآن كانت تكلموا عن العبد الكوفي لإخدام البينية المغاربة دابعة كانت تكلموا على السلف ومئتين والسوثلاثين آية السلف ومئتين والسوثلاثين آية كلها تشكل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم غاد قل لي ولكن شاية شوية كيف خلقه بدك السلام متين سبين كين شاية مثلا في حل غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيفش كيفش هندلوا غير المغضوب عليهم والضالين وإحنا من الأول الحمد لله رب العالم كيفش خلقه الحمد لله رب العالم زين أمس أشكان اسميته هو عليه الصلاة والسلام محمد وربطها بالحمد أي بلغ من الحمد لله عز وجل الدرجة التي جعلت وصفه أنه محمد يعني ما يمكن تخيل عليه صلى الله عليه وسلم شي واحد أخر غادي يحمد الله عز وجل كحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم خد عليها الثناءات كيف كانوا يثني على ربه سبحانه وتعالى وكيف أنه يتخلق بهذه التجليات لأسماء الله عز وجل وصفاته تجده رحيم عليه الصلاة والسلام وتجد رحمته بلغت المنتهى فيما يتعلق برحمة البشر بعضهم ببعض بل بلغت رحمته أنه كان يبكي حتى ننعم نحن بالإسلام وفهمها أنت وحتى يبكي على الناس غير يجيوا من بعد منه بقرون هز ليهم الهم يارب بهادوك ما يتكرف صوش ومي 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 ولا يخفى عليكم حديث نبي عليه الصلاة والسلام لما ظل الليلة كلها يقرأوا بقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ويقرأوا قول الله عز وجل فواخر المائدة على لسان عيسى بن مريا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويبكي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يرسل جبريل في التوي واللحظة يقول له انزل إلى محمد واسأله ما يبكيه ف يعني ذو كل اللي بعز عليهم شوية التمقليع تقولوك ولماذا يرسل جبريل ليسأله ألسهم تقولون أنتم يا معشر من يؤمن بوجود إله ألسهم تقولون أن الله يعلم السر وأخفى فلا شيء يصيب جبريل هو يعلم كل شيء آه كنت تقول لي لا نطلق عليه واحدين عشرة بشكل سعب لها صلوا على رسول الله كنت تقول لي هو نفسه سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى قال لنا أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى من لله عز وجل خلق المخلوقات أعطى لكل خلق من مخلوقاته أعطاه مهمة عليه أن يؤديها فهمنا حتى تستقيم حياة الناس بالشكل الذي يعلمون أن هناك سنانا يمشي الكون وفقها وإلا كيفاش غاد ينقفوحنا دم وكبير الصوت كيفاش يبقى الخشب غادي هو الخشب وكيفاش يقول الحديد يبقى شاد هو الحديد إلا كانت الأمور كلها الله عز وجل كيف يقولوا يعني لا يستعمل لها خلقا من مخلوقاته ليس لأنه في حاجة إليه حاشة سبحانه وجل جلاله لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأرسل جبريل عليه السلام وقال له اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيه فينزل جبريل بالرسالة يقول له يا محمد إن الله يسألك ما يبكيك ما يبكي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أمتي أمتي يا جبريل يعني من لأمتي يا جبريل ومفهوم الأمة هنا هذا خصو موضوع خور لا تعالي شدو الشيط للشهور إن شاء الله وتعالى ها نهرب على شي شوية وذيك ساعة نعود مفهوم الأمة بالنسبة لمسلمين في الوقت المعاصر مفهوم كتعرفوا ذاك الفرماج دي ذاك الجبن يسمى فرانسيس الهواء تلك اللي كي دلو في طومية جيري كي بقى يدخل و يخرج لما در طومية جيري عرفتوا من الفرماج ما واخاميكين بس وكان عرفوا ذاك شيء كنتعاملوا معنا كنتعاملوا مع جيري ومع طوم في الزناقي ما هذا الفرماج اللي الله يجيب شي هاداك القريير الشي كيفاش مخروج مفهوم الأمة عند المسلم المعاصر دير بحال هاداك الفرماج مفهوم مخروج كلهم دخول كله كورونا دير شحال دي الناس ملي كي دولي عال الأمة ملي كتجي تقلب لي الداخل و كتحفر معا و تجد معا جي كلي ما تمنا من لي كتلقاه كيدو على المغرب آه كتقول لي خديدي لحنا أمة وحدة وكذا إلى آخر شو يعني بديد قول لي وحكا و جيرا النار أجاب دين معنا شدي ما الشكل آه تأذو كراكادا و كادا و تيضر شريف يا ما كتك أدولي الأمة آه إحنا شكو إحنا المغرين أولفتي جوش بغال ما تتابعينش الأمة أدوك أولفتي من الججال أخرى و دخلتين تونس ولا أبتين موريطانيا و مشيتين نيجر ولا أبتين السينيغال ولا أبتين ماليزيا و دك خوك المسلم اللي في الولايات المتحدة الأمريكية و دك اللي في البيرو و دك اللي خدام تابع المختبرات اللي تقالس نعم سوى شد شد بيرمالون شد ديمومة في القطب الشمالي في المراكز دي اللي بيحت تاوى مسلمت ما قالس عندك ما دخلش في ولا تقادو لك لباج صافي ما منخارطينش معاك في الجمعية و مفهوم الأمة ما شغل على الامتداد الأفقي تحلى الامتداد العمودي مليكا تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين شكو تقول عباد الله الصالحين رايض دخلين في هم الملائكة دخلين في هم مؤمني الجن قلوا حيا إلي أنه هاي و دك ما دخلش في الأمة سنفرغوا لكم و أيوة ثقلان يعني تهما دخلين في التكليف إذا انتم هم المؤمنين منهم دخلين معاك في الأمة كدوا عليهم ما لدي الاستجابة أما لا قلت لي رالكفار و النصارى و المجوز تهما دخلين معاك في الأمة يعني في زبلات دير دماغ و يبدو يسخنوا كدوا دخلوا لي ومهوة ووسعة وكترها وأمة الدعوة هم قاع ناس اللي كينين داخلين في أمة الدعوة خاصهم يدعوا إلى الإسلام وعلى بشي الأمة داخلين فيها اللي فاتوا وداخلين فيها اللي جايين فهذا المفهوم كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيقل لي أمتي أمتي يا جبريل تيطلع سين جبريل حيث جبريل لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورة وصلوا الجواب تيطلع بالجواب عند الله عز وجل وسبحانه وربه أعلم به قال له ما يبكيه قال أي رب يبكي فرقا أي خوفا على أمته فكيقولي الله عز وجل يا جبريل انزل إلى محمد وقل له سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك هذا كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام باللي سنجيه القادية ديال الاستغراق نفهمها بعدها بالمبدأ اللول المبدأ اللول يكمت عطلنا نعمس جمع النوض إليك المفهوم الاستغراق المبدأ اللول هو يعني الذي يفهمه عموم الناس فاللينا من كتشد هذه تتفهمها وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ القرآن فما من أمر يأمره الله عز وجل به إلا يمتثله وما من نهي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه إلا يجدنبه وما من خبر يأتي في القرآن الكريم إلا يصدقه صلى الله عليه وسلم ويقن عليه ما من خلق مثلا واخفض جناحك للمؤمنين وأعرض عن المشركين هذه المسائلة تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا خاص نحن نتعامل مع القرآن الكريم من يكون عندك مثلا أمر كترفع الشعار ذي البقرة سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير من يكون عندك نهي كترفع الشعار ذي البقرة سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير ذاك شي لسورة البقرة لكنا تكلموا على التخلق بأخلاق القرآن الكريم لشي سورة البقرة وآل عمران تتلقاهم كي كان نبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح تقدمه يؤتى بالقرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف السيدر تحاجان عن صاحبهما صاحبهما مش هو اللي حافظهم فقط صاحبهما الذي كان يكابد معانيهما ويتخلق بأخلاقهما ويمتثل أوامرهما ويجنب نواهيهما ويصدق خبرهما ويحاول تدبرهما على قدر الإمكان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن لك الجهة المسألة هذه اللولة فعل أوامر اجتناب النواهي تصدق الأخبار هذه من معاني كان خلقه القرآن كان عندما استوى آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى ما يرضي الله عز وجل فيرضى له ونحن ندخل في أعمال القلوب وينظر إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخطه ويسخطه فكان يغضب له ويسخط له أحوال ندب عهد المسألة هذه وهذه من نسبة لها هي الأهم الأخرى مهمة لكن هذه الأهم لأن مدار الأعمال على القلوب قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ماشي دا يقلب جيوبه من الفضولية لبزطان تقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا شو بدك يقلب والناس كانت تسنافيد قل لي فينها التقوى ويقلب على بزطان مو حد من الفضولية يمسكين في الطوبة واشهد يدير فقيم بسكيني الله جاي أطاوديك الباركة اللي يعطوه في شهر جاي فرحان بها وغاديدير شيخطوبة في متين على إنفاق وقال قال لهم التقوى ها هنا القلب بزطان طبقى تابعوتي يقلب عليه هادي حسيت بكم شو تزيرت وقلنا بسطوه معاكم شيش فيه صلوا على رسول الله فقلنا ما دار الأمر على أعمال القلوب أعمال القلوب يعني من اللي كان ينظر عليه الصلاة والسلام إلى ما يرضي الله عز وجل فيرضى له وينظر إلى ما يسخطه فيسخط له طيب أحوالي وأحوالك من اللي كان شوفو شخص يعني مثلا نعرضو شوية شخص مثلا يشرب الخمر كيف تنظر إليه بقلبك هل ترضى أم تغضب فإذا رضيت أو غضبت ترضى لما وتغضب لما لأصل أن الرضى لمثل هذه الأعمال هذه مصيبة في حق المسلم مصيبة أن ينظر المسلم إلى معصية يعصى الله بها على أرضه ويرضاها فهذا على شعبتي من شعب الكفر ما كنقولش لك كافر أرض لبال يرحم والدك فكيف الإيمان في شعب فالكفر أيضا شعب وكل المعاصي من شعب الكفر منها ما قد يعني ينزل بالعبد إلى دارك الكفر يعني إخراجه من الملة ومنها ما يوقع العبد فقط في المعصية في الإثم لكنه لا ينزل به إلى درجة الكفر المخرج من الملة مثلاً أن الإنسان أن يسب الرجل أباه أو أمه معصية كبيرة من الكبائر بل من أكبر الكبائر ألا أدلكم على أكبر الكبائر قلنا بل يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين إذن هذا الكبير من الكبائر لا تخرجه من الملة باتفاق أهل العلم لا تخرجه من الملة لكنها شعبة من شعب الكفر شرب الخمر لا يخرج صاحبه من الملة لم تفقن علها لكنها شعبة من شعب الكفر إعلاش لأنها معصية وكل المعاصي من شعب الكفر تفريعات دياله مشي يجدر ولكن تفريعات دياله فإذا نظرت إلى رجلين يشربوا الخمر فهل ترضى هذه المسألة هاي دو يكتبوا عليك ديالقادية ديال لا وإحنا ده بالزمن الحريات والإنسان كل واحد حر في راسه إياه كل واحد حر في راسه وإحنا متافقين فإذا لمسألة هدي لأن كل واحد غير تحسب على راسه لكن أنا دك شيء غير تحسب عليه هو أنني هل راضيت أن يعصى الله في أرضه أم لا ما عجيش تقول لي بإسم الحريات اللي بغير دير شي حاجة يديرها أنا ما غير نجيش لقجون قول لي ما تديرش رشغلوها دك لكن أنا فعلاقتي مع ديك المعصية ما كيناش عندنا في الإسلام شي حاجة هذاك شغلوه وأنت شغلك لا شغلي هو هدك وهدك والآخر شغلي نسق الخبار لشي واحد كافر في شي بلا سخص قلبي تقطع عليه أو كنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كان أخلقه بالقرآن هزلهم كيفاش يدعو هده ويدعو هده وكلم هده ودير هده وبيل هده هديك أنا أخلقه بالقرآن أنا نطلعو شي شوية في القرآن حيث الخامرة ما زال باقي المغاربة الحمد لله يستبشعونها طيب من لي كتشوف شي واحد كي يدخن القارو السيجارة كيفاش كتتصرف معها مش يخلي كيفاش كتتصرف معها كيفاش قلبك تيتصرف مع المسألة هادي هي المصيبة صرنا نألف المعصية والمسلم اشنو كنا قلنا أن المرجعية دياله هو النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام بما كان يتخلق بالقرآن الكريم يعني لو الأرض كلها نسأل الله العافية لو الأرض كلها صبحت الدخن خاص عندك انتاء المسلم هديك تبقى معصية وراء الله عز وجل ليعصى بهذا وهذا الأمر يسخطه وهذا الأمر يسخطني ويغضبني كيفاش نتصرف هذا موضوع أخر كيفاش نتصرف الجوارح ديالي كيفاش قد نحركها هذا موضوع آخر قلبي من اللي كيغضب على من تيغضب واش تيغضب على العاصي ولا تيغضب على المعصية هذا خصوة تهوة تفريق وخصام مسائل الحمد لله هذه الأمور لا تخفى عليكم لك ندوي غير على الحركة ديال القلب واش القلب كيتحرك أو اللي بدل القلب تيدخل الموت تتفرج وحد برنامج مثلا برنامج وثائقي وتزبل لك هذيك الباحثة اللي تابع البخوشة اللي كتنضف تفاح في جزر الوقوغ وانتا كتتفرج نعم أسف ديك ناشتنال الجيوغرافيك الى آخير واتا كيفاش كيدروا ديك دودة كتدخل في ديك تفاحة وكتخرج واع عجيب ده سبحان الله سبحان الله المسلم ما فهمناها مزيئة الله يتقبل من اللي كتجي ديك الباحثة وكتده تشرح لك على هذيك الدودة كيفاش كدير والتفاحة كيفاش الى آخير وهذيك الباحثة مسكينة مع أنها ممسلماش فهي متبرجة طلق شعرها وكذا وإن كان غالب الباحثات كتلقها شعرها جمعة خشية في قلام لا 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 سر لا ملحة ولكن المهم انتا ما تقاش تقلب ديك اللي مسير يمقاد تال مهم السيدة وانتا من رجل هل قلبك يتحرك ما كدوش لها هل قلبك يتحرك على تبرجها حيث يقول لك آه الباحثة هل قلبك يتحرك على تبرجها أو اللولة للأمور كدوش عادي انتبهوا يرحم والدكم راه مجموعة من الأمور ولتمر علينا على اعتبار أنها عادية ولو وزنت في ميزان الشرع لعدة من الموبقات خذ معايا من عهد الصحابة التابعين والأمور كيفاش بنتكتب الدل اش كنس ان عبد الله ابن سعود كيقول كيقول تابعين كيقولهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أذق من الشعر يعني ويلوا ويلوا مشيشي حاجة كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات هدرها الصحابي ركزنا من الصحابة التابعين ركزنا من الصحابة ركزنا من 150 عام ومئة عام أما لو سيدنا عبد الله ابن سعود طلبا أي يقول لك هدر وقه يمكن فتح لي باب إلى النار لأنظر إلى المعذبين ولا حولا ولا قوة إلا بلا العلاق لولا المساجد والمآذن ووجوه المصلين ووجوه الصالحين ونحسبكم كذلك ولن نزكي على الله أحدا والله لعددنا أنفسنا في درك من دركات النار ويكفي من الضنكي أن تكثر المعاصي في أرض الله عز وجل قبل ما يتبعث نبي عليه الصلاة والسلام أجكين في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض أشقع فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ورد الزمن قلت سيدور قلت سيدور صحيح المسلمين فضل الله عز وجل كان دعونا ذلك المليار ومس مليار إلى آخره لكن للأسف الجانب الآخر كنعنا فيه ولكنكم غثاء كغثاء السيل الدقة الكبيرة اللي واخدينها المسلمين هو في هذا الجانب هذا دي الخلق باقي كان صحبوا بالي الخلق إنما هي مسائل يد السلوكية وإنما في العمق الخلق هو لب الدين شكال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقة أحاسنكم أخلاقة ما تفهمهاش الله يرضي عليك كيف كيف يحاولوا يفهموها لنا أنه مش مشكلة بنادم يكون ما تيصليش أو لا ما تيزكيش أو اللي كنت يكمي أو اللي كنت يشرب الخمر أو اللي كنت يعقر النساء في الحرام غير هو وراء الله يعمر لي الدار اللي كان يحتاجه في الدرب توقف ما كيناش يموت إلا والتليفونات وقف له وطاق وكذا يكونش واحد مزلوط بغي عن رس أعلى حسابه هذا الله يعمر لي الدار لا هذا من المجرمي نشري هذا كش اللي تيدل فيه تصرفات سلوكيات طيبة متعارف عليها بين البشر جميعا وبين الشرائع والعقائد جميعا أنها سلوكيات طيبة لكنه في ميزان الشرع ناك ندعي على المسلم في ميزان الشرع بتركه للصلاة هذا من المجرمي طبعا ما كيدقلش عليه المجرم عنه نحن حيث ما كيدوزوش لك في التلفازة ما كيقولش لك أخطر المجرمي ما كيقولش لك هذا المجرم اللي غنتكلموا عليه اليوم كيقوم بواحد الجريمة باشعة جريمة ما خلات تشي حاجة في الأرض إلا وفسداتها واحد الجريمة كتجرعين الويلات على الأمة كلها الجريمة ديالها السيد ديال اليوم وغيكتبوها لك بالبند العريض وبالأحمر وتضرب ويدرلك ذلك الصوت اللي سيخلع الجريمة ديال اليوم ترك الصلاة وحنا تشدنا الخلحة واش كينش واحد كيطرق سيار بي السلام مش هدش ولا كيطرق في البلدة ما كينها شهد الخليل قد يقول يومني شب جناد هادرات ديال المجرمين والله يسيدي لكلام ربنا عز وجل يش كيدو على أهل الجنة شك يقول يتساءلون عن المجرمين فين كين يدل المجرمين ما سلككم في سقر أول جريمة ذكروها قالوا لم نكو ايه واش تي جريمة ولا ماشي جريمة قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين والهضر الخاوية وكنا نخوض مع الخائضين عاد بجت وكنا نكذب بيوم الدين يعني لا جت كنا نكذب بيوم الدين وهي الأسو الكفر من هيل الأخرى وعاد بجت قبل منها لم نكو من المصلين والتارك الصلاة يعني على أرجحي ما ذكر أنه فاسق لا يخرج من الملة مدام لم يجحدها وتركها تكاسل كما هو مذهب مالك والشافعي وغيرهما وإن خالف غيرهم لكن لعل مذهب إمام دار الهجرة والشافعي رحمة الله عليهما لعل مذهبهما كان أقوى من حيث الأدلة التي استندوا إليها محل الشاهد مشي تحرير المسألة الفقهية والخلاف الفقهي بارك مصيبة في الصلاة غير أنه الناس يقولوا واش كافر ولا فاسق ما التوعد فيهم قال الله عمر لي الضال فعليس ذكرات ترك الصلاة هي اللولة لأن للأسف ترك الصلاة هو الذي يشترك فيه الكافر والمسلم والمسلم لا يرضى لنفسه أن يكون شريكا للكافر في ترك عبادة معينة ولم نكن نطعم المسكين لأن المسلم إنما يطعم المسكين ابتغاء مرضات الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة هذا هو الأصل في الإسلام والمسلم لا يضيع وقته في اللغو واللغط والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال الله عز وجل بصورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم يعني اللغو معرضون فجمعت لنا هنا أسباب الفلاح إقامة الصلاة والخشوع فيها وترك اللغو والإنفاق والذين هم للزكاة فاعلون الأخرين جمعوا لنا الموبقات بتلاتة مستفين التي أوجبت لهم الخسران هذه الفلاح وهذه الخسران ما سلككم في السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولم نكن اطعموا المسكين والذين هم للزكاة فاعلون وكنا نخوض مع الخائضين والذين هم عن اللغو مردون بالترتيب المختلف ولكن ما الأهم عنا هو هذا إذن الخلق اللي كانت تكلم عنه هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام يتعدى السلوكيات تندخل في العبادات فتصير الصلاة بذلك خلقا للعبد من أعظم خلق فلان محافظ على الصلاة بفضل الله عز وجل وهذا كنت تلقى الأوصاف ديال السلف رحمه الله كيقول لك مثلا سعيد المسيب ربعين سالة وهو يصلي قال لك ما نظر إلى قفاء أحدين من المصليين عمره ما يشوف القفاء ديالشي مصلي فكيش حاسم يتصف تاني والثالث والرابع عنده أما ديال جيدة خلك تجري ومليك يقول إمام السلام وعليكم كالنوضوع احنا ما خلنا للأخرين حالة مستورة لا هو القفاء الوحيد اللي كيشوفه هو ديال الإمام أو لا هو يصلي بالناس أربعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من صلى أربعين يوما في جماع يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة مننا ربعين يوم نبقى نضرب معاه فتجد العبد يوصف ويقال له فلان لا يدركه الأذان إلا وهو داخل المسجد كانوا يقول وإلى الصلاة صلى الرسول ما لقى سكي تنزع لنا كانوا يصلي الآدان لا شريف فلا كانوا يعددون لك أخلاقه هذا من خلوقه بالفهوم الإسلامي هذا من خلوقه ليث بن سعد فقه ومصر من طبقة دي الإمام مالك رحمه الله ليث بن سعد هذا الفقه دياله المدرسة دياله ما انتشرت كما هو معلوم عندكم لأنه كتدخل مجموعة من الملابسات في التاريخ إلى آخر كتخلينه واحد المدرسة كتنتشر ومدرسة أخرى ما كتنتشر بعد المرات كتلقى الطالبة نجباء في واحد المدرسة ومن يخذوا الفقه دياله الإمام ومن ينشره وكتلقى طالبة آخرين دلوا وش بخير ومتدينين وتيجيوا وتيحضروا لكنهم يخذلون إمامهم بأنهم مستهلكون مش يمنتجون إرتي يجيوا تيحضروا آه آه سهلا من اللي مادك العالم في نوع العلم دياله الله يتقبل ذخرا عند الله عز وجل كل الأمة ضعت فيه حتى كان أهل الفقه يقولون أن ليث بن سعد في الفقه كان أفقها من مالك يتسمع كان أفقها من مالك رمك يعنيش الإمام مالك رحمه الله ستة العشرة وهذا تسود العشرة لكن هضرووا إلى تسعود فاصلة تسعود وتسعين العشرة وكن هضرووا إلى تسعود فاصلة تسعمية وتمينية وتسعين العشرة أي أنها هضرووا غير على طبقات العولة في الفقه من الأمور التي كانت تذكر عن ليث بن سعد هو أنه كان كثيرا لأنه كان تاجر كان رجلا تاجر كان من تجارتي قيل أنه كان يتاجر فاتحه ديال العسل وكان من الناس الذين ينفق عليهم الإمام مالك رحمه الله وكان وقع بينه خلاف والخلاف كان بناتهم وصل فوق شي شوية لكن ما منعه ذلك من أن ينفق على الإمام مالك وأن يخرج له العطاء الذي كان يخرج له دوريا إما سنويين لكل استشهر فاللي خلاه دار هذا المسألة هو خلق الكرم الذي تخلق به بطبيعة الإسلام فمن هنا نتكلم عن الأخلاق الاشتنفاء ره من الأخلاق التي تترأسها بر الوالدين بر الوالدين مش نشاط مش شي نقوله إحنا المغاربة خضرة فوق طعام بر الوالدين مش هو أنك متكعيش هذا مش البر هذا الله يغفر لنا هذا يا الله كتحاول تعتق راسك من العقوق باقي ما دخلتش للبر البر اللغة هو الخير طيب شن هو الخير اللي واصل لوالدك منك انتها لا قلتش ما أنا حسبك هنا قلتش وضورها في راسك وقول شن هو الخير اللي واصل لوالدية مني يعني هذه القناة اللي هي أنا كتصبف تجاه والدية شن هو الخير اللي كيخرج لي مني لهم خيرهم إلي هذا واضح باين خير من عدو والديتكم غيكون في شوية القرطاس على شوية القميش على شوية القريص على شوية كده والديك هدو يهز الصندالة ويعطك بها لوجه غد بولي الله يزك بخير وغد بوس ليد لي ضرباتك غد بوس ليد لي ضرباتك غد بولك يقول لي إجمع رسوك لا 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 إلا درت في شي ضورة مشي إياديك ما بقاتش القادية اسمي تابير لوالدين دخلتي في العقوق أشريك كان أمور لي خصطن ضبط الله عز وجل اشقال وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ من بعد ما اذكر القادية ديال توحيد من كان يريد العاجلة قال لك وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ الله يفتح لك إحسانا جات مقيدة بشي حاجة ولا جات ناكرة جات ناكرة يعني كل أنواع الإحسان اللي كاتخي لخص والدك يضق منها وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا قال لك إما يبلغنا عندك وَيَّك الشيباني يكبر وظهرو يبدأ يتقوس ولي بدأ يأكل ولي بدأ شوية الريوب يطحوا له ودقول لك أولادي غا يبدأ ويعيفوه وبدأ نعاية الخوتي ورأى مالي والدني أبوحدي أرى والدكم تتوم كل واحد يجي يددي شي شوية نرى شرب زاف عليا هنا وياك إما يبلغنا عندك هديك عندك لها ما لها من المدلولات فهدل آية المبانكة إلك بربك يكون عندك أنتم أربعات الخوتي خسكم تخاطفوا عندما يبقى بها ماشي نبدأ ونكلاوحوا ماشي غامالها هدي راه ببوك هداك بغيت يتعرف القدر ديال ببوك سوّل اللي دابة مره مره يمشي ويترحمه على والديهم في المقابر وقل لي شحال تخلص باش يطلع الواليد ديالك ويدووز يدو على راسك ويقول لك الله يرضي عليك أولدي ويعاودي تخشى لتحت ولي شحال تخلصها هدي بللي تشوفوا وشحال غايقول لك في التمان عرف شحال ديال التمان محطوط عندك أنت في الدار شحال ديال الكنز عندك في الدار وانت ما سيقلي الخبار وكتعيط لخوك وكتقول لي ورا عيتي لأخيري ورا كذا ورا كذا عيتي شكي علامو لك شكي علامو لك والله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف لما جاء بأف بعد الكبر لأن عند كبر السن والله يختم لنا وليكم بالصالحات وليه لي يجعلنا نتقلوا على شيء واحد لا في الانياه ولا في الآخرة لأن في الكبر تيكتر النغير ديالشيباني تكلم كلام يعني واقعي تيكتر فيهم النغير تيكتر فيهم اللغط تيكتر فيهم المتابعات الولدين تتكتر فيهم المتابعات تتكتر فيهم المراقبة وتيكتر فيهم كثرة اللوم وكيكتر فيهم العتاب قال الله عز وجل قال لك الله الذي خلقكم من ضعف من ضعف وجعل من بعد ضعفين قوة وجعل من بعد قوتين ضعفا وشيبة ومن نعمره ننكسه في الخلق كي نعن نهج المسألة هذه الإنسان من اللي كي بديت نكس في الخلق رأى كي بديت نكس حتى في الخلق يا الله درنا على العلاقة ما بين الخلق والخلق فحتى الأخلاق ديالهم كتولي قاسح شي شوية فكان ذلك مدعاة للتضجر والتأفف والملل وأنه الإنسان تبدي يتقلق ويغضب فقالك الله عز وجل في هذه الحالة اللي كي أصلوا فيها للاستفزاز أنت ما تستفزش ليهم حتى والديك هذوك فلا تقل لهما ولا تعبر لهما بأدنى درجات التأفف والتضجر هي ذلك الكلمة المكونة من حرفين وقال أهل التفسير لو كانت هناك عند الناس كلمة يدركون بها التضجر والتأفف وهي أدنى من أف لتكلم بها الحق سبحانه وتعالى كلكم اطلع جعوتاني القراض الأخر ولا تنهرهما أسنو الدير هذا شيء ده أحبسي العقوق ده بغا يبدأ يخدم البر وقل لهما قولا كريمة مع المؤمنين الله عز وجل والصنبي عليه الصلاة والسلام قال لي واخفض جناحك للمؤمنين وفي الأخرى قال لي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين والذي جعل الوالدين فد الآية قال لي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما تحبش هنا ادعي لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وحيط الله عز وجل ليعلم أن هذه وضعية ما سهلاش قال لي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وعارب اجدخل معاك للناس الأخرين وآتي ذا القربى حقه والمسكينه من السبيل وهو غاديك يتكلم لك على الأمور يعني تعدد مجموعة من فروع الأخلاق المحل الشاهد عندي هو أن من أمهات الأخلاق مسألة بير الوليدي هذا الشي اللي يقول لنا كان نشوفه في هذه الأيام لا يبشره بخير بليتسمع في واحد المدينة أنه فيولوا فيها ثلاثة ولا أربعة عادية لدور العجزة صحيح كدقول اللهم ما يكونوا في دور العجزة ولا يكونوا مليوحين في الزناقي هذا الشي اللي ما لقيناش فين ولكن تواجد دار العجزة في بلادي المسلمين هذا مصيبة في حد ذاته أنا ما كانتكلمش على العجزة الذين ليس لهم فروع ولا أصول ولهم ما عندهم توحد لهم من بعد الله عز وجل لهم هذيك المؤسسة دا لم تنهدرش عليه أنا تنهدر على الناس اللي عندهم ولادهم ولادهم تبارك الله اللي أستاذ واللي محامي واللي قاضي واللي طبيب واللي كذا كل واحد شد في مدينة ولا كل واحد شد في بلادي وعايش مع مرت وولداته وعايش مع مارجلها والليدتها فينا و İbbikum لا را في دار العجزة الذين يعطلم عليل ولا را في دار العجزة ذين لنسيم ولا دار العجزة لي هنا ولا اللي هي ولا اللي هي ما كيش عقوق كتر من هذه العقوق واش كانت انه اشتازع ما تصب علينا بالخيرات الصلة الرحمة من الخلق الحلم من الخلق الوفاء من الخلق الكرم من الخلق فإن شاء الله تعالى لن تكون عندكم شيء واحد يتكلف شيء سلسلة هذه الأخلاق في القرآن والسنة ولكن ما يكونش تقادي نجيو نوزو واحد العشية اه كيقول شيء هادرى اه والله يتالله عمرني الدار وحد السلسلة جيجي يحضر معنا ذلك شيء زوين تمامك الله اشتري فراميش القصار يدل التواب هدي راميلي كان يقول إنسان تيجيل الدرس راه ليكابد تلك الآيات والأحاديث والمعلومات التي يأخذها ويخرج بها لنفسه ابتداءا فينظف بها قلبه وينظف بها جوارحه ثم تكون له نورا يمشي به في الناس الآيات اللي قرأنا في خير الله يزيب خير في صلاة المغرب في الركعة الثانية وكذلك أوحينا خواتم سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هو القرآن الكريم روح به تحيا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذه التفصيل دلو وجدك ضالا فهدا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وزدك الوصف الثاني للقرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بلا روح كيفش غادي تعيش كيف تحيا وهنت حيت وتميت غادي بلا نور كيف تبصر مواقع أقدامك كيف تبصر مواقع الخلل في قلبك كيف تبصر الخبايا المظلمة من نفسك التي قد ترضيك قتيلا أمام الشيطان يوما من الأيام وأنت لا تدري وعاد باش كتفيد ذيك الأنوار على الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا هذا النور من اللي اخدم به وعلى راسه صوبها مزيان تم غادي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكينا عندك من بعد تجلي على الأمة كلها الله نور السماوات والرد يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذا النور حدوين على هذا المجالس من كي يجي يجمع جتمرها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كتبدأ المكابدة لهذا الأخلاق للقرآن الكريم كتبدأ الخدمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لها الخدمة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هل أعمل الجوارح دخلنا لداخل العمس يخافون القلوب يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فانسر الله عز وجل انتقبل مننا ومنكم محاور دي المداخلة هذه كانت تتمحور حول موضوع يعني شكر الله لإخواننا حسن اختيارهم فيه وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكيف نفهم مفهوم الأخلاق بحسب المفهوم الشرعي الإسلامي كيف نكابد هذه الأمور كيف أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب على العبد أن يشتغل عليه وكيف أن الأخلاق إنما هي تمظهرات لكل آيات القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في العبد جوارحا وقلبا حتى ينفع نفسه وينفع محيطه يعني القريب وينفع الأمة بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن تقبل مننا ومنكم سبحان الله ومو بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين